السلام عليكم شباب ازايكم عامليني واهلا بكم في حلقة جديدة من المحاكل يوتيوبر عايزك بقى بلما تبدأ حلقة النهاردة ما تنساش تصلى عن النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من لايقات واشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زرار الجرس ويلا بينا طب كده عاني النهاردة ان شاء الله انا بفكر ان انا اشتري بيت جديد فيلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله رحمة رحيم طبعا هنجع البيت جعان جدا والروي عيني واقف مستنيني عشان اجيب له اكل فخلونا اول حاجة نعملها نروح على الكمبيوتر بتاعنا وبعد كده نطلب اكل لنا والروي هنشتري بقى واجبة مختلفة المرة دي ممكن اه واجبة دي هنشتري منها اتنين وعايزين نشتري كمان شوية مية بسرعة جدا لان بطن وجعاني مش عارف انا بجوع وبعطش كتير جدا هنا وممكن نطلب كمان مشروبات طاقة وواجبتين كمان سوشي طبعا عشان عارف اتغدى كويسة النهاردة يعني وكمان عايزين اكل الروي انا مش عارف متبقي اكل من المرة اللي فاتت ولا لأ خلونا كده نطلب اه خمس واجبات لروي طيب هنطلب كل الاكل ده بمية اتنين وعشرين دولار والمفروض نستنى الاكل طبعا انا بادئ معايا مبلغ حلو جدا النهاردة اتوقع خمسة وتلاتين الف دولار او حاجة زي كده يعني سبعة وتلاتين الف دولار فلوس البس المباشر وصلت الفين سبعمائة ستة وسبعين ثواني كده واحنا نسينا المرة اللي فاتت نسحب فلوس فعلا ما سحبتش الفلوس المفروض ان انا جالي دعم من البس المباشر بتاع المرة اللي فاتت ستمائة اربعة وسبعين دولار حلوية طيب الاكل وصل خلونا كده ننزل نفطر على طول عدين يا روي بعد اذنك المفروض ان هو جعان دلوقتي وتقطه نزل الاربعة وعشرين يعني لازم ابعته ينام بس الاول ناكله عشان يبقى نايم فرحان يعني عديني طيب تعالي هنا كده طب انت لما بتيجي هنا يعني ما تاخد اي جنب بعيد عن الباب انا مش عارب بتقف عند الباب ليك هاتلي كده وجبة ليه يا السوشي دي مسلا وهاتلي كمان وجبة دي خلاص يا روي في ايه طيب اتوقع ان هو بيهوهو عشان جعاني يعني طيب خلونا ناكله الوجبة دي خد يا روي سدق ان انا معي اكل في الشنطة من مرة اللي فاتت اصلا ولي معلم وروح نام بقى روح نام خلونا دلوقتي ناخد على طول وندخل الحمام ده محتاج يخش الحمام تاني انت هتتعالج امتى انا مش عارف طيب المفروض دلوقتي ان احنا عندنا مهارات معي اربع تاجات يعني ممكن نطور حاجة في المهارات خلونا نبتدي نطور حاجة جديدة النهاردة احنا كنا وقفنا فين هنا المفروض هتخليني اكسب فلوس اكتر من الفريلانسنج وتوقع مش محتاجها خالص يعني طيب خلونا نشوف المهارة اللي بعد كده دي هتزود عدد الداعمين في البس المباشر وهتزود الفلوس اللي هم بيبعتوها كمان يعني محتاجة تاجين و الف مية وخمسين دولار خلونا على طول نطورها دلوقتي طيب المهارة اللي بعد كده تمام المهارة دي مهمة جدا على فكرة دي هتخليني انقل الحاجة من الشنطة لايدي ومن ايدي للشنطة اسرع خلونا على طول نطور المهارة دي محتاجة تاجين وتمنمية دولار ماشي طورتها ولسه في تطورة كمان للشنطة بعدها على طول يعني. وفاضل معنا اتوقع تلات تطويرات بس اللي هي اخر تطويرة بتاعت البيتكوين. وفي معنا واحدة هنا لسه ما تفتحتش. وفي معنا المهارة بتاعت اليوتيوب والمهارة دي كمان. طيب واحنا كده كده مش معنا تاجات عشان نطورهم فخلونا بقى دلوقتي نقفل المهارات. وعلى طول نتحرك على الكمبيوتر بتاعنا عشان نشوف البيت الاخير بكام? طبعا فيه بيتين لحد دلوقتي انا مش ترتهمش. البيت اللي هو المهجور ده بيت في مكان بعيد. شكله مش حلو. ممكن نبقى انظره في اي وقت يعني. خلونا نروح على الموقع اللي بيبيع البيوت. ونبص على البيوت اللي بقي عندنا. المفروض ان احنا عندنا البيت ده. طبعا البيت ده زي ما انتم شايفين مهجور وفي حتة بعيدة. هنبقى نروحه بعدين يعني ان شاء الله انا بنبص عليه حتى. ومعنا اخر بيت اللي هو ده. طبعا انتو قلتولي في الكومنتات ان البيت ده قصاد البيت بتاعي على طول. مش هنروح بعيدة يعني. المفروض ان البيت ده بسبعتاشر الف ستمية دولار. وسرعة النت فيها هتبقى خمسمية ميجا ابلود ودولود. والبيت مبني بقى له سنتين بس. تمام? المفروض ان انا اشتريته دلوقتي. تخصم مني الفلوس. وخلونا نروح نشوف شكل البيت ده من جوه وعمل ازاي? ونشوف بقى تقسمته. هل احسن من البيت بتاعي ولا لأ? خلونا نتحرك على طول على البيت اتوقع ان هو البيت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. دي فيلا تانية. وايس ان هو قدام البيت بتاعي. عشان ما اتعبش يعني في المواصلات. طيب والمفروض ان البيت ده فيه جاراج. اقدر احط فيه العربية سواني كده نجرب. دي اول حاجة عايز اعملها. ناخد مسلا العربية دي. وانت صحيت امتى روي? ايه ده? ده ما بلحاش ينام والله. طيب خلونا نتحرك بالعربية دي من هنا للجاراج. دي احسن حاجة موجودة في البيت هنا. انه في جاراج. طيب هنحط العربية هنا في المكان ده. ونقدر ننزل من العربية. تمام? بس العربية بتتحرك صح? العربية بتتحرك. لا سواني كده نثبت العربية جوه. هنوقفها هنا في المكان ده. تمام? ونطلع من العربية. لا رايق بصراحة. طيب خلونا نفتتح بقى البيت بتاعنا الجديد ونستكشفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. احنا عايزين نبخر بقى جماعة. طيب خلونا ندخل من هنا كده. ونبص على البيت. بسم الله ما شاء الله عندنا صالة كبيرة. طبعا تصميم البيت ده مختلف خالص عن البيت اللي اقصاده اللي انا قاعد فيه اصلا. سواني كده في باب عندنا هنا. اتوقع ان ده هيكون الحمام. كويس ان في مكان للحمام. وعندنا كمان اوضة هنا. اوو البيت كبير جدا والله العزيزي. في باب بيوصلني للجاراج العربية. كويس جدا. خلونا نبص على القوضة دي كمان. عندنا هنا كمان قوضة ما شاء الله كبيرة جدا. مش عارف بقى ممكن اعمل فيها لستوب بتاعي ولا لأ. خلونا نطلع بقى الدور التاني. كان لسه في الدور الارضي ومليان قوض. طبعا هنبتدي نزبط القوض دي مع بعض يعني. خلونا نطلع على الدور التاني. ده فندق مش بيت والله. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس قوض اتوقع. طيب خلونا كده نبتدي بالقوضة لقصات السلم دي على طول. ببص عليها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه الحالوة دي. لا بصراحة ما شاء الله. القوضة مسحة كبيرة جدا. متوقع ان انا هخلي القوضة دي بالستوب بتاعي الجديد ان شاء الله يعني. انسواني كده. هو المكان ده بيطول على ايه? على البيت اللقصاتنا? ولا البيت بتاعي ده ولا ايه بالprov initiate هونه. خلونا كده نبص عن القوضة دي كمان بالمرة. اوه هيبقى عندنا هنا في الفيلا دي حمامين طيب يا المفروض ان دي فيلة الاغنية يعني خلونا كده نفتح القوضة دي كمان اوه بسم الله ما شاء الله القوضة دي جميلة جدا برضو للستوب على فكرة القوضة يعني محندقة شوية وشكلها حلو برضو خلونا كده نفتح الباب ده طيب هي كل قوضة هنا ليه هبابين اتوقع يعني طبعا احنا ممكن نعمل حمام في المكان ده ماشي وممكن نخلي السيطوب بتاعنا هنا او ممكن نخلي السيطوب بتاعنا في الجهة التانية والقوضة دي مميزتها لها بابين والقوضة دي لها باب واحد بس طيب خلونا كده نبص على اخر قوضة اللي هي هنا القوضة دي برضو محندقة كده صغيرة ممكن نتعامل فيها سيطوب برضو عادي يعني طبعا هستناكوا تحت في الكومنتات تقولولي نبدأ السيطوب بتاعنا في ايه قوضة طيب اول حاجة عايزة اشتريها للبيت الجديد اكيد قعدة حمام ويبانيو عشان طبعا صحيتي بتنزل بسبب الحاجات دي خلونا بقى دلوقتي نرجع تاني للبيت بتاعنا ناكل واجبة من دي بالمرة احنا معديين ناكل مسلا السوشي دي السوشي بتملى الاكل على الاخر على فكرة ودلوقتي بقى خلونا نرجع للكومبيوتر بتاعنا نطلب قعدة حمام وبانيو للبيت الجديد اللي احنا اشتريناه والله احنا عايزين نغير المرة دي بس المفروض ان اعلى حاجة موجودة هنا لواخد تقييم عالي بتمنمائة دولار اتوقع ان انا هطلبها عادي مفيش مشكلة وخلونا نطلب كمان بانيو هنشتري اغلى حاجة موجودة اللي هي بالف وربعمية هنشتري اتنين من كل نوع يعني لان احنا عندنا حمامين في البيت ممكن اطلب كمان تلاجة مع اني ما بستعملهاش كتير يعني خلونا نطلب تلاجة دي اللي هي بالف وخمسمائة دولار طيب اتوقع ان انا هطلب الحاجات دي دلوقتي بس لغاية لما نبتدي نرتب قوضة قوضة في البيت اللي احنا اشتريناه الحاجات دي عملت خمس تلاف وتسعمية دولار طبعا الحاجات دي هتوصلني تاني يوم فهنستغل الوقت ده ونطلع على طول بس مباشر خلونا نفتح الاو بي اس هنكتب الرقم بتاعنا اربعة وتمانين تسعة وتلاتين ونجهز الستريم لاب كنا فاتحينه في الاول طبعا هنحط الفيس كام ونختار جيم وهنسايف الستريم وهنطلع بجودة اعلى المرة دي فور كي مسلا وستين فريم البيت ريت تلاتة وتلاتين الف تمام وهنروح عالبلندر عشان يجهزه للاعلانات هنفتح الاكاونت بتاعنا واحنا مرفعناش البس المباشر بتاع المرة اللي فاتت صح? خلونا كده نرفع اخر بس مباشر احنا عملناه من الحلقة اللي فاتت هننسيت رفعه اصلا يعني طيب المفروض ان هو تلاتة اللي هو ده خلونا نرفع الفيديو على طول على اليوتيوب وبالمرة نستلم الارباح خمسين دولار والمرة دي بقى هنسمي بتاعنا اربعة طبعا انا عمال اصفر زمانه جيه ورايا دلوقتي اه طبعا موجود هنا قال له ومشمش ومشمشة جوم كمان طبعا انت قلتلي في الكومنتات اهتم بمشمش ومشمشة ممكن اطلب لهم اكل مفيش مشكلة ايه كل اللي انا كتبته هنا ده والمفروض دلوقتي ان انا عندي ستتاشر الف متابع وربعمائة تلاتة واربعين مشتركة على قناة اليوتيوب خلاص قربنا من الف مشتركة دلوقتي بقى هنطلع على طول البس المباشر بتاعنا اهلا بيكو يا شباب مرة تانية طبعا ما اتأخرتش عليكو زي كل مرة يعني هننقل فيس كام من هنا لهنا وهنبدأ طبعا النهاردة اللعبة بتاعتنا المشهورة طيب الدعم بدأ ايه وصل هو تخلونا نبدأ اللعبة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم نوطي الصوت بس شوية وبالمرة اطلب لي واكبتين كده في السريع عشان ممكن نطول شوية في البس بتاع النهاردة اه هنطلب واكبتين بوريتو مع الوجبات اللي تحت وحتة لحمة كمان ماشي مفيش مشكلة ونطلب اكل كمان لروي زيادة مفيش مشكلة برضو وعايزين نطلب اكل لمشمش ومشمشة الاكل بتاعهم فين اتوقع ده هنطلب منه مسلا خمسة طبعا هم كده كده ما بيموتوش يعني هم بيصرفوا حالهم انما روي يعيني غالبان قاعد معي في البيت على طول يعني فبيحتاج اكل طيب الحاجات دي عملت مية وتلاتين دولار طاقتي لحد ما كويسة اتوقع ان انا هقدر ابدأ على طول اللعبة دلوقتي خلونا نختار الفريق ده المراضي ايو الفريق ده اللي بيكسب على طول طبعا مش هستخدم هاك لان الهاك بيخلينا تبند لمدة يوم كان في حد قال لي في الكومنتات ان انت ممكن تشغل الهاك واول ما الناس تزهر تقفل الهاك على طول عايزين بقى نجرب برضو الموضوع ده دايما بيبقى في واحد واقف هنا هيموتني ماشي الاكل بتاعنا وصل كمان نتحرك من هنا اكيد بقيت صحابه واقفين في المكان ده والله انا مقلق فيه دايما بيبقى واحد واقف هنا اهو هموت هموت موت وموتني خلصانة طيب التيم بتاعي خلصوا على بقية الفريق ولا لأ كسبنا والله كسبنا مش بقول لكم ان التيم ده بيكسب على طول دلوقتي معايا فلوس اقدر اشتري سلاح جديد ممكن نشتري الاك ونشتري كمان درع الفلوس مش هتكفي طيب اشترينا الاك خلونا نمشي من هنا لا لا يا معلم ده المكان بتاعي روح لف من اي مكان تاني طيب انا اخش بقى المراضي من هنا ساني بقى كده اكيد في واحدة هيقابلنا في المكان ده اهو اهو تعالي يا عبيب تعالي مقدرش اطلع من هنا اتوقع ان انا اقدر يا جماعة ايوه اطلحت اهو عايزين نشوف الناس اللي قصدنا مش شايف اي حد خالص مستخب المعلم خايف هما بيدربوا في مين انا سامع صوت حد بيدرب والله طاقة نزل الجامد قوي والله انا باجي على صحيتي بسبب البس ده كسبنا كمان ما شاء الله طيب كويس نقدر نشتري دلوقتي درع بتسعمائة وتسعين دولار ويه خلونا نكمل من هنا انا هلف بقى من المكان ده برضو جاي معايا يا ابنة هتخسرنا يا ابنة اهو شافك اهو وقتلك اهو انا نسيت حاجة مهمة جدا انتو كنت قلتولي في الكومنتات ممكن تشتري شوت جون بتموت من اول طلقة يعني طيب المفروض ان في واحد مستخبي ورا الباب ده على طول اهو تعالي اهو اصلا شايل شوت جون ثاني كده ان شاء الله هنلاقي حد هنا اكيد في حد هنا مستخبي طبعا اتلني ضربة واحدة بس اتلني طيب تقطي نزلت خلونا نعدي بسرعة ناكل اي حاجة عشان طاقتنا نزلت عالاخر يعني ممكن ناكل بريتو دي وهاتلي الكوكز وهاتلي مية ومشروب طاقة يا حبيبي ما تخضنيش بصوته مرعب على فاضي طيب عبيت طاقتي عالاخر خلونا بقى نعدي ونطلع على فوق للسطب بتاعنا ونكمل الجيم اقدر دلوقتي اشتري شوت جون خلونا نجربها كده عمري ما جربته خالص من ساعة ما بدأ طيب ممكن نشتري حاجة كمان بعد اذنك ما ينفعش ما لحقتش كنت عايز اشتري درها المفروض ان الشوت جون دي بتموت من طلقة يعني هنجرب يا ربا بس ما موتش انا على طول يا ترى هنقابل حد ايوة هم كلهم موجودين في المكان ده يان هارسود اللي ارتداد بتاعها وحش قوي فين اللي بتقتل دي هونا موته يا جدعان ما بتموتش انا موته موته من طلقة كويس كسبنا طاقت كويسة ولا لأ كويسة طيب خلونا كده نطلع نتطمن على روي للأسف جعان طيب المفروض ان انا خدت معايا اكل في الشنطة الله يا جماعة مسئولية اخد يا روي يلا حقنا هاي وانت فرحان انت خدت حقنا ولا ايه خلونا كده نكمل للبس بتاعنا ونختار الفريق ده احاول بقى اجيب له من المكسب ان شاء الله طبعا معايته من ميت دولار مش هيشتروا اي حاجة خالص طيب ده تابعنا فين الفريق التاني الفريق التاني اكيد الجهة تاني انت راحين فين الفريق التاني هيقابلنا من هنا خلاص انا حافظت اللعبة اصلا وحافظت المكان فين الفريق التاني هنا اكيد اهو اهو هناك اهو تعالى يا اهو عملا اضربه في رجلو هيموت ازاي يعني هيموت طبعا بصعوب اهو في واحد رايح لصحابي تعالى مال موت بقى الهلس بتاعي نزل لتمنتاشر واحد صاحبي مات هنا سوان ايه كده مين لي مات هنا ده لا ده صحابي قتلوه كويس اكيد في حد هنا اهو تعالى بقى هيت شوت بقى مش عايز اطلع لك فوق قتلته كويس يا ترى في حد هنا ولا لأ مفروض كده نفاضل واحد في فريق التاني هو فين طيب انت مستخب فين انت خفت ولا ايه سوان ايه كده نقدر نلف من الاتجاه ده صح ايه ده اخسرنا ازاي يعني والله العظيم ما ينفع كده طب ليه طيب طيب دلوقتي خلونا نشتري شوت جن ونشتري كمان درعة ونجرب بقى كده الشوت جن بتاعتنا انا صاحبي مات وانا جنبه مش عارف مات ازاي مات من ورا الحيطة يا ترى هنقابل حد ولا لأ اكيد هنقابل انتو فين ايوا اكيد في واحد واقف هنا او اتنين او تلاتة اهو وانا لازم اقتله بشوت جن يعني قتلته بشوت جن كويس معرفش يجبني اصلا طيب في واحد راح لصحابي موت صحابي اصلا اهو مات مات من طلقة واحدة والله اهو موته ومت في الاخر برضو مش عارف ازاي يعني مع اني موته الاول والله طيب طاقتي طاقتي نزلت خلونا كده نلحق نفسنا هتلي الواجبة دي مسلا ماشي وهتلي كمان الوجبة دي انا كلتة اكل قطط هتلي قطعة اللحمة دي ماشي محتاجين مية على فكرة احنا كده وهتلي كمان قطعة اللحمة دي يا روي محتاجية تاني طيب المفروض ان القطط عايزة تاكل على كده يا مش مش كل يلا دي وخد انت يا مش مشة الوجبة دي قالي بس انت بتجري مني ليه طيق وخلونا نرجع تاني على البس المباشر بتاعنا حاسنا انا قلبتي بيتي حضيرة حيوانات والله. رجعنا للبس بتاعنا. خلونا كده نكمل مفروض ان انا كنت اشتري سلاح. ما علينا مش مهم. ده صاحبي ولا عليا ده? لا ده عليا ده. انت كده كده هتمو. فيه اتنين واقفين هناك اهو. موتني للأسف. هيئة الاسحابي كلهم. مش بقول لكم لما بلعب مع التيم التعبان ده بموت. اكيد هاخسر بسببه. طيب. خلونا المرة دي نشتري الام ستاشر. ده عمري ما اشتريته برضه. ونشتري كمان درع. وخلونا كده نجرب الام ستاشر. يا رب بس نكسب هو ده الجيم الفايصال. اصلا. في واحد هنا معاش شوت جن. سوان ايه كده قتلوه? قتلوه. كويس. خلونا احنا نمشي من هنا. يا رب بس ما نخسر. يا رب. مفروض ان نفضل لهم واحد بس وكسبه. وانا مش هخليهم ياخدوا الراوند ده ان شاء الله يعني. بس اما حاجة اصحابي يسدوا شوية يعني. مش يسيبوني لو واحد كده. اهو موته. الام ستاشر جامد برضو. اصحابي يكسبوا. كويس اول مرة تعملوها. ايوة. تعالوا كلكم. جبت تلاتة. طب كويس. يا رب بس اصحابي يكسبوا في الاخر. يالله شباب شد حلكم. هتقولنا المكسأ. اربعة لسه عايشين اهو. لسه بصحتكم. وانا الوحيد اللي موت. صاحبي مات. قريت عليه. انت اتحسد. انت اكيد اتحسد. شوفوا افيني ازاي هبلو والله العظيم. يا ابني موتوه بقى. كسبنا اخيرا الحمد لله كسبنا. طيب خلونا كده نبدأ لعبة تانية اللي هي دي. مفروض ان الاكل بتاعي خلص وطاقة نزل ايه. نقدر ننزل ناكل اي حاجة. ايوة هاتلي اكل قطط ماشي. هاكل اكل قطط دلوقتي مش مهمة. نعمل ايه طي. هو البس اصلا اتقفل صح? عديني كده روي روح نام بقى. روح نام. روح نام. سواني كده هو البس اتقفل صح. مش هلحة اكمل. بس الاسف اتقفل. مسجلنا الفيديو ده خلونا نرفعه على اليوتيوب. اخر واحد اللي هو اربعة تمام. واتوقع ان في اربعة حاجات ما جاتشي. طيب. دلوقتي لو نمنا وصحينا الحاجة اللي احنا طلبناها من امازون هتوصل لنا. خلونا على طول دلوقتي نروح نام لان نطقتي للاسف نزلت جامد. صحيتي راحت بسبب الرسوس المباشرة. ننزل بقى نستلم الحاجة بتاعتنا اللي احنا اشتريناها. خلونا نفتح البانيو ده ونفتح كمان الكارتونة دي. جبنا اتنين بانيو واتنين قعدة حمام. وهي عندنا كمان التلاجة. طيب ناخد الحاجات دي كلها معنا في الشنطة. كده اخدنا كل حاجة. خلونا بقى نتحرك على البيت بتاعنا الجديد. احنا حاجة ان البيت بتاعي الجديد قصاد البيت الاديم. عشان لما اشتري حاجة من امازون توصل لي على البيت ده نقلها على طول على البيت الجديد. طيب خلونا نحط قعدة حمام هنا وبانيو. اول لمسة هنعملها في البيت بتاعنا. طبعا هنحط قعدة الحمام مسلا فين 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 فين. في الجنب ده مسلا. وهاتلي البانيو هنحطه هنا. ده سواني كده. هنهنقل قعدة الحمام من هنا. وحطها جنب البانيو على طول عشان يبقى الموضوع سهل يعني. اتنين في واحد. ونطلع دلوقتي للدور التاني. عدنا يا روي. لأ روح نام بقى روح نام. نام فين بقى هنا في البيت ده. وهنام قصاد البيت. سواني ما نشوف. وانت رحت فين يا روي. نام قصاد البيت هنا. ومش مش ومش مش طبعا. دلوقتي بقى عندهم اربع بيوت. عملين يتحركوا ما بينهم. بس تحس ان هم ركابهم حاجة والله العظيم. اشباح. بيعدوا من وسط الجدران عادي. طيب المفروض ان في قوضة عندنا فوق اللي هي الصغيرة دي. قدر احط فيها قعدة الحمام هنا برضو في الجنب ده مسلا. وكمان بالمرة نحط البانيو. لأ سواني بقى عشان القوضة دي صغيرة عن اللي تحت شوية. فبتعدت الحمام هنا وهاتلي. البانيو في المكان ده. تمام. وبالمرة بقى نستخدم الحمام. اول حاجة عملناها في البيت الجديد. نخدنا الحمام وخدنا دوش. بداية مباشرة بالتفاقل الصراحة. المفروض ان درجة حرارة البيت هنا سلب تسعة. ودرجة الحرارة القليلة بتنزل الهلس بتاعي بسرعة يعني. فاتوقع ان انا هجيب كمان تكيف. طبعا احنا جبنا قبل كده تدفيات. تدفيات بقى. نحطهم في البيت. اه اللعبة لسه شغالة. طبعا هنطلب اغلى حاجة موجودة هنا اللي هو ب الف متين وخمسين هنطلب منه تلاتة بتلات تلاف سبعمية وخمسين دولار. تبقى معي خمس تلاف ستمية واتن وستين دولار. طيب المفروض عشان الحاجة دي توصل لازم انام. خلونا نجرب ننام كده. طبعا لازم استنى حوالي تلات ساعات عشان الحاجة دي توصل يعني. ممكن نطلع في الوقت ده بس مباشر بسيط كده في السريع على اللعبة اللي احنا فتحناها دي. كل دي ارباح بتجلنا يعني. طيب هنغير اسم البس المباشر الجزء الاول اهو فيديو جديد للناس اللي على قناة اليوتيوب يعني. وباسم الله الرحمن الرحيم بدأنا البس اهلا بك يا شباب. النهاردة بقى هنلعب لعبة جديدة هنغار شوية يعني. خلونا نبدأ اللعبة بتاعتنا اللي انا بخسر فيها دايما دي. المفروض ان اللعبة دي بتسحب مني فلوس يعني. شوف انا بدأ اصلا مية. طيب هدفع اتنين دولار عشان اصحي نفسي تاني. وخلونا ندخل الماوس بكليك يمين. المفروض ان دي هلس جوه اللعبة اقدر اخدها. واحنا مش كنا خلصنا منك. حاجة غريبة جدا. رجع تاني ليه? زد او في جي. تمام. وانا مخلصتش منه. المفروض ان هو قال لي لما هيجي هكرك. هتاخد انت منه فلوس. فانا خدت منه واحد وعشرين دولار. احسن. انا فرحم فيك اصلا والله. طيب هندفع اتنين دولار ونصحي نفسينا تاني. المفروض ان انا هاجري بقى بسرعة. نفس موت الناس اللي انا بقابلها في اللعبة دي والله. كلهم يعني. اسمها ده صعب. زي ما انتم عارفين. ان موت الودة كده? لما هيجيب لي صحابه بقى. احنا مش في اخناق احنا والله. ايه ده في ايه? ايوا موتهم كلهم. اجري بقى اجري كده معلم عشان الهلس بتاعك راح في دهيا. ايوا اجري بسرعة كده بس. خف معنا شوية. ايوا في واحد ميت كبير هنا عملاق. في هيل هناك هيت. خلونا نروح ناخدها بسرعة. المفروض ان انا دلوقتي وصلت التمنتاشر الف متابع. وسبعمائة خمسة واربين واحد بتفرجوا علي. طيب هنمشي من اين? ممكن نمشي من هنا? لا لا يا بعد السحرة الشريرة دي. هتلي الهيل دي كمان ولا ملاش لازمة? طيب نقدر نطلع من هنا. كلهم بيجروا وراي اجري. وانا نفس اموتهم بس صعبوا برضو يا جماعة والله. لا 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 نط نط. عدي عدي. المفروض ان انا في اللابة دي كنت بضرب برجلي. ده في ناس هنا كتير. تعالوا كده نجيب الودة. خد ياه. ده هيكل عظمي اصلا. لا اجري بسرعة اجري. فاصلا وراك يجي خمسمية واحد. نقدر نطلع من هنا. في حد بيجروا ورايا. لا الحمد لله ما فيش حد بيجروا ورايا. ده محل ده بيبيع ايه? طيب بيبيع معلم. مش حد ده اصلا جوه. طيب اروح فين انا بقى دلوقتي? قدر اطلع في المنارة دي فوق صح? مش عارف اعدي جوه والله العظيم. بس قدر اطلع. في سلم جوه. في واحد تحت مستنيني. ده ساحر ده. خد ياه. خد ياه. انت اللي جابك هنا? اللي زنقك الزنق السودة دي. وانا اروح فين تاني يعني مش عارف يعني. الجنب بتاعي بقى عالي جدا والله. كده اطلعنا عند الاصر فوق خالص. في اه حارس للاصر. ثاني كده. المفروض ان انا انام دلوقتي. طبعا تقطي كلها نزلت. نموت واحد دلوقتي قبل ما ننام. ماشي اتعلنت كده. انت اللي جيت برجليك لحد هنا. اتعلنت كمان. بس بتاعنا تقفل للأسف. وخلونا دلوقتي نقفل اللعبة بتاعتنا. وبالمرة قبل ما نروح لنام خلونا نرفع الفيديو على اليوتيوب. طبعا دي لعبة جديدة يعني فالناس اكيد هتفرح بيها. المفروض ان ارباحي دلوقتي تسعة وتسعين دولار. خلونا نسحبها. ونروح دلوقتي على طول النام. تللي موقفك هنا يا روي جعان طبعا. تعال ورايا طيب. تعال. يعني سبحان الله. دلوقتي مش عايز تنزل يعني. ما انا كل ما اجي اطلع على ايك قدام السلة. مش معنا المرة دي. خد يا معلم كل يلا. خد دي كمان كلها. اجيب لك كمان اكل. خيارات ربنا موجودة هنا هي. خد يلا كل دي كمان. روح نام بقى. ومش هيجيله نوم اصلا دلوقتي لان طاقته كويسة. انا منا بقى. طيب نمت وصحيت. خلونا نستلم الحاجة دي. هو بيعمل كده ليه? والزهر كده منمر على حد. طيب المفروض ان احنا اشترينا تلات تكييفات. هناخد التكييفات دي. ونحطها عندنا في الفيلا الجديدة. طيب وصلت للبيت خلونا اول حاجة نحط تكييف تحت في الدور الارضي. مسلا في المكان ده كده. ينفع عادي. تمام ونشغله. سالب حداشر لسه برضو مع اني عاليت درجة الحرارة على الاخر. طيب نقفله كده. سالب سبعتاشر. طيب درجة الحرارة بتزيد شوية. اتوقع ان البيت ده ممكن يحتاج بعد كده اجهزة بتكوين. طيب نحط كمان تكييف في الجنب ده. نمنى بقى الفيلا بتاعتنا تكييفات يعني. سالب خمسة لسه برضو محتاجين كمان. كمان تكييف فين? ممكن هنا مسلا. خلونا نطلع تاني نبص بصة اخيرة على الدور اللي فوق. عندنا القوضة الكبيرة دي. وعندنا كمان القوضة دي. هتوقع ان دي احلى قوضة للستطب بصراحة. بصو لما نقفل البواب جميلة جدا 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 جدا. وهدية وريئة. للأسف الصوت التكييفات طالع لغاية القوضة. يعني لازم نحرك مكانها. طيب وعندنا كمان القوضة دي. ثلاثة قوضة اللي فوق دول هينفعوا كلهم لستطب. بس انا بصراحة من رأي يعني القوضة دي هتبقى للستطب جميلة جدا. فهستنى بقى اشوف رأيكم من رأيي ولا لأ. واتوقع ان انا هقفل حلقة النهاردة على كده. يارب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة بإذن الله. سمع عليكم.